من وادي الدواسر رسالة بعث بها مستمع يقول نرسل ميم ميم الدوسري أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد من الله علي بالهداية والقيام بالواجبات ولا أزكي نفسي ولكني مفتون بتقصير اللحية أدعو لي بالهداية ثم ما هي الطريقة التي تجعلني أتجنب تقصيرها بذلكم الله الخير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أحاديث الأمر بتوهير اللحة وإكرامها وإرسالها وإرخائها وإرجائها وعدم التعرض لها بحلق أو بقص وأن ذلك من التشبه بالكفار تشبه النساء وإفقاد الوجه جمالا جعله الله له يتميز به عن النساء فالواجب هو عدم التعرض لللحية وأن تترك كما هي هذا هو الواجب والذي يعينك على ذلك هو أن تتذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعلم أن في حلق اللحية أو قصتها مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا يخشى عليه من الفتنة قال الله سبحانه وتعالى أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فكمة أو يصيبهم عذاب أليم فإذا تذكرت هذا الوعيد فإنه يعينك على الالتزام بتوفير رحية وتذكرت قوله تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُوا وكذلك إذا تذكرت حديث سنن الفطرة التي منها إعفاء اللحى وأن ذلك من سنن الأنبياء فهذا مما يعينك أيضا وتذكرت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أَإِنَّ ذَلِكَ يُعِينُكَ عَلَى مُخَالَفَةِ الَّذِينَ أَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ من الكفار والمنافقين يهود والنصارى والمجروس كل ذلك مما يعينك على توفير لحيتك وعدم قصها أو التعرض لها كما يعينك على الالتزام بقية السنان والأوامر الشرعية هنا